اقتصاد بين عملتين بنك منقسم بين مدينتين وصراع سياسي بين سلطة تمتلك الشرعية المالية لطبع النقود في عدن واخرى في سنعاء تمتلك قوة الامر الواقع بلا مشروعية والضحية مواطن أهلكه الفقر وموظف حكومي أضناه العوزة فلا تزال تداعيات قرار بليشيا الحوثي إصدار نقد إلكتروني ومنع تداول العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي بعدا تلقي بظلالها السوداء على رواتب الموظفين وبأعباء ثقيلة على المواطنين خصوصا في سنعاء والمناطق الخاضعة للحوثي الذين وجدوا أنفسهم وسط معركة عملات نقدية رسمية وغير رسمية الدوافع التي أخذها أيضا البنك المركزي في سنعاء أنه حفاظ على حقوق ورؤوس أموال الاقتصاد الوضمي بالنسبة للبنك المركزي بصنعاء المسيطر عليه من قبل الحوثي فإن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالنقد الإلكتروني تهدف للحفاظ على رؤوس الأموال لكي لا يتآكل الريال أمام العملات الأجنبية لكن الحكومة ترى أن قرار الميليشيا ليس سوى تغطية لحربها على العملة الوطنية في سياق حربها العامة على الدولة اليمنية ويرى مسؤولون في البنك المركزي الشرعي بعدا أن الحوثي يهدف لاستمرار الجباية الاقتصادية في نطاق سلطته غير شرعية الحوثيين اتخذوا القرار ولم يحسبوا التكلفة الاقتصادية على المجتمع هذا كلف المجتمع مزيد من الخسائر ويعتبر بشكل أو بآخر استمرار الجباية الضريبية حساب التكلفة الاقتصادية ليقاف العمل بالأوراق النقدية على المواطنين كبيرة جدا خصوصا على الموظفين الذين سبب لهم هذا القرار توقف صرف رواتبهم الآتية من عدن فيما تبدو الكارثة الجارية الآن تكون سلطتين ماليتين في اليمن إذا لم تدخل المجتمعان الإقليمي والدولي لدعم حيادية البنك المركزي الرئيسي بعدا والسقلاله ترجمة نانسي قنقر